ازايكم يا ماميهات عاملين ايه يا رب تكونوا بخير ايه النهاردة بازن الله هبدأ معاكم فيدي جديد وحلو جدا جدا احنا طبعا بنفرح جدا لما بنبدأ نأكل اولادنا بنحس ان هي مرحلة انتقال من الرضاعة للاكل فبنبدأ نتسائل يا طرح هنعمل اكل ايه يا طرح هنأكلهم ايه ايه اللي ينفع نأكله لهم ويا طرح اأكلوا من اربع شهور زي ما بيقولوا وكمان ساعات فيه ناس بتقولك من 3 شهور بدا ايه لحسي وابدا ايه طعامي كده اي حاجة يا طرح الكلام ده صح ولا مس صح وهنبدأ نأكله من 6 شهور ولا ايه وانا هحكيلك عن تجربتي انا مامي اللي رابع مرة ويا طرح انا بستنى اولادي أكلهم من 6 شهور ولا بس بأكلهم من 3 شهور زي ما بيقولوا كل حاجة هقولكم عليها بس فضلا منك دوس اشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك مني كل فيديو حصري وجديد ويا ريت اول حاجة لازم نتفق عليها عشان نبدأ نطعم الطفل او نأكل الطفل او نطعمه بعد الاكلات المختلفة ويا طرح نبدأ بايه اول حاجة هقولك عليها هي ان انت لازم تشوف في الطفل بعض ايه الحاجات اللي تثبتلك ان الطفل خلاص مستعد ان هو اكل اذا كان عنده 6 شهور او 5 شهور او 4 شهور قبل كده ما ينفعش ما تسمعيش كلام والدتك اللي بتقولك يا احنا كنا بنأكلكم من 3 شهور ما تسمعيش الكلام ده خالص بجد بيتعب معدة الطفل والطفل مش بيعرف فيهدم وفي الاخر بيجيلو بعد الشر عليه يعني نزلات وكده في الاخر نقول ايه حاجة ان انت هتشوف طفلك بيعرف يسند راسه ورقابته ولا لأ ان هو انت حطاها على رجلك بيعرف يتحكم في رقابته شمال ويمين كده وماسك نفسه وماسك رقابته ولا رقابته آآ لسه ما تسندتش تاني حاجة ان انت تحاول تقعديه على رجلك بمساعدة ايديك كده من وسطه وتحطيه كده ان انت بتخليه يجليس يعني او تحطيه مسلا في طبق يعني تجيبي طبق بلاستيك انا والله بعمل كده مع اولادي بجيبي الطبق اللي هو البلاستيك زي الطبق المدور ده وبحط مخدات مخدات وببدأ يععد الطفل فيبقى مسنود الكلام ده من بعد الخمس شهور مش قبل كده خالص خمس شهور ببدأ ان انا قعده قوم من الشهر نهاية الشهر الرابع لكن يقولك ايه كانت مامتي يا ربنا يا باركلاب بتقولك ابن اربع ربعوه لو ما عادش ارمعوه مفيش الكلام ده حاج الكلام ده اتنسى خلاص احنا بقى عندنا وعي اكتر فاحنا هنبدأ نقعدهم بالاسلوب اللي انا بقولك عليه ده فيه كرسي مخصص اصلا للجلوس للطفل من سن اربع شهور او خمس شهور لغاية تمن شهور لغاية ما يعرف يقعد لوحده اخر حاجة وهي ده رقم ثلاثة ان الطفل تبقى مقعداء على الصفرة وانتو بتاكلوا وتحس ان هو مجدود للاكل اللي انتو بتاكلوه بيحرق بقه كده تحس ان نظره مجدود جدا للاكل اللي انتو حطاه كده ده اول ثلاثة اساسيات احنا لازم نعتمد عليهم في الاكل وبعد كده لازم اقولك على حاجة مهمة جدا احنا دلوقت في فترة دي فترة تكميلية يعني احنا دلوقت بنكمل مع اللبن ما ينفعش انقطاع اللبن او ما ينفعش عشان انا باكله فوقف اللبن رضعتين ثلاثة لأ خالص ما ينفعش ده اسمه غزاء تكميلي تمام يا حبيبي لازم ان يكون متفقين على ده كويس جدا 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 هنبدأ بقى نعرف الطفل على بعض الاكلات وبين كل وجبة والتانية ما ينفعش ندهاله في نفس اليوم بدأ يعني بدأ لسه بتعوديه احنا كده في مرحلة التعود اول حاجة انا ببدأ بيها مع اولادي وهو التفاح لان التفاح بيكون سهل الهضم وبيكون مغزي وبيكون طعمه ولا مسكر ولا حادق ولا دلع ولا الكلام ده ما شاء الله بيبقى حلو جدا وهقولك بعمله ازاي بمسك التفاحة بقطعها اربع تربع وطبعا بنظفها وبقشرها تمام بسلقها بقشرها ربع كباية مية وبحطهم على النار وبعد كده اول ما يبدأ ان هو يستوي بقشر التفاحة بعد ما تستوي عشان ياخد الفوائد والفيتامينات اللي بتبقى في عشر التفاح تمام وبعد كده باخد التفاحة نفسها واضربها بالهند بلندر ضربتين ثلاثة او في الكبة او في اي حاجة تهرسيها بالشوكة جامد المهم يكون سايب خالص ما يكونش فيه اي كالكعم تمام يا حبيبي سواء كان تفاح اصفر او احمر او اخضر التلاتة بيده نفس النتيجة يعني تمام يا حبيبي قلبي دي اه مثلا انا هجرب التفاح لمدة يوم او اتنين هشوف الطفل جاله حساسية منه او لا طبعا احنا بنتكلم في انواع الاكل اللي يتنفع الطفل من كام شهر يا حبيبي من نهاية الشهر الرابع والخامس والسادس وطبعا بعد الشهر السادس انت بتبداي تأكله كل حاجة مزموح بيها لكن انا بتكلم من اواخر الشهر الرابع بداية الشهر الخامس انا دلوقت ابني في الشهر الخامس فده الاكل اللي انا بأكله له طبعا مش بعمله كمية كبيرة هو معلقتين بس بعد ما تتحاني التفاحة هتحطها في علبة بلاستيك وتغطيها وتحطيها في التلاجة قبل ما يبدأ ياكل الطفل منها بتطلع معلقتين في طبق يكون صالح لاستخدام الطفل مش اي طبق طبق صالح لاستخدام الطفل ويكون المعلقة نفس الكلام وياريت المعلقة ما تكونش معدن عشان طبعا بق الطفل ما يتعورش او يحس ان هي ناشفة علقة او كده في طبق مخصص وفي كمان ببرونا اللي هي بيبقى فيها المعلقة دي تحفة جدا وبتقضي الغرب بدل ما تدهول الدنيا اللي حواليكي هنزلك صورتها حالا حلوة جدا جدا وان شاء الله هتفيدك جدا بدل ما تدهول الدنيا في طبقه معلقة تمام يا حبيبي هنا برضو معي بطاطس ومعي جزر والاتنين هعملهم على بعض طبعا ده في يوم تاني غير التفاح احنا جربنا التفاح يومين وارا بعض وماشاء الله الطفل تلع كويس جدا وبياكلهم هنبدأ نجرب بطاطس على جزر او بطاطس على كوسة او بطاطس على لا هم دول التلاتة اللي انا بستخدمهم بالصراح بطاطس وجزر وكوسة هناخد حتة صغيرة برضو هنسلوها بنفس الاسلوب اللي انا قلتلكم عليها ونضربها بالهند بلندر ونحطها في علبة ونبدأ نستخدم منها طبعا لازم نطلع العلبة من التلاجة قبل الاستخدام بساعتين تلاتة عشان تده خالص خلص متبقى الساعة خالص انا بقولك نحطها في التلاجة لحفظ الطعام مش اكتر تمامي حبيبي وبعد كده عايز اقولك على حاجة مهمة جدا من اول سنة في عمر الطفل ممنوع ممنوع منعا نهائي السكر الملح الحليب التلاتة دول ممنوعين تمام وبعد ما تتخطي الشهر السادس او السابع او الثامن كمان عشان تبدأ تديله الجبنة المخلوطة اللي هي الجبنة النستون او الزبادي من غير ويش او الكلام ده مش مستحب دلوقت خالص عشان بيبقى فيها طبعا الجبنة المخلوطة بيبقى فيها زيوت مهدرجة وطبعا ممنوعة جدا منظمة الصحة العالمية منعت بتاتا الجبنة النستون يعني للطفل في السن ده عشان بتبقى تقيلة على المعدة بتاعته اللي هو طبعا اول ما الطفل بيبدا هيكل يقولك تديله جبنة نستون لأ اوعي تدي ابنك في السن اللي اربع شهور جبنة نستون لحد ست شهور ولغاية ما يتخطى كمان السبع تمن شهور عشان صحته انا بستخدم برضو ايه في الخامس شهور بستخدم سريلاك القرص حلو جدا ومجربة مع اولادي الاربعة اه جربت معاهم الامح في اول اول شهور يعني محبوش الامح بحب الرز وطبعا لما طبعا بيتنقل للسنة بياخد الرز بلبن او التمن شهور بياخد الرز باللبن من سريلاك حلو جدا بجيب معلقتين من السريلاك وبعملهم بمية عادية خالص من الكتل ودوبهم خالص خالص لغاية ما يبرد وبدع طعم الطفل من السريلاك كده بس كده يا حبيبي يا رب اكون في التوكو بالنسبة برضو لحاجتين كمان انا بقى اجيهم لابني اه لازمن طبعا اقول لكم عليها واقول لكم تجربتي فيها وهي مية الرز مية سليق الرز لو بعمل رز بلبن ولا حيكة باخد شوية من مية الرز وبرد حمله في الببرونة او لو ما بياخدش الببرونة ممكن تدهمله بالمعلقة اللي هي بتاعت الطعام بتاعته وكمان مية البليلة بجيب مية البليلة وبعصورها كويس جدا محس ان ما يبقاش فيها اي حاجة وبدأ ادهالو يا بمعلقة يا بادهالو بالببرونة ممنوع السكر ممنوع الملح ممنوع اللبن فضلا منكم ما تسمعوش كلام اي حد اسألي اي حد مجرب قبل ما تبدأ اي كلي تفلك لو انت مامي جديدة ياريت بقى تشترك معي واتفعل الجرس عشان يوصلك مني كل الحلقات اللي جاية ان شاء الله فضلا وليس امرا اا كان معاكي نوجا من قناة تكات نوجا تابعيني في سلسلة قلب مامي هتلاقيها ان شاء الله على القناة وباذن الله تستفدي منها جدا 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 من اول الحمل لغاية ان شاء الله عمر سنة ونص كان معاكم نوجا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة